أعلن المعهد الملكي للدراسات الدينية نتائج الدراسة التي أجراها حول حرية العبادة في الكنائس والمساجد الأردنية خلال جائحة كورونا وأثارها على الحرية الدينية بسبب حالة الإغلاق في المملكة وخلصت الدراسة إلى أن إغلاق دور العبادة جاء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأن من حق الدولة الأردنية استخدام كل الوسائل لحماية الصالح العام وصحة وسلامة المواطنين مشيرة إلى أن الجائحة أظهرت التكافلة في المجتمع الأردني بعد أن برزت العديد من المبادرات الفردية التي أظهرت قدرة الأردنيين على العمل التطوعي وخدمة المجتمع وأكدت التوصيات ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية العيش المشترك ومبدأ الوحدة والتنوع للحد من التمييز وخطاب الكراهية